دعنا نبدأ من تطورات المواجهات آخر التطورات الميدانية في المواجهات بين قوة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية والتي نجحت فيها المقاومة في ضرب أهداف في غلاف غزة لهذا اليوم رغم اجتداد المعارك البرية في اليوم التاسع وستين من هذا الغزو البربري الغاشم على أهلنا في غزة ما تزال المعارك ضارية في العديد من المواقع من منطقة الشمالية والوسطى والجنوبية فهذا اليوم في منطقة بيت لاهيا تم استهداف أربع دبابات إسرائيلية بالياسين 105 وكذلك خلال آخر 48 ساعة تم الإجهاز على ثلاث آليات من مسافة الصفر في منطقة جباليا كذلك اليوم تم مشاغلة دبابي وناقلة جند باستخدام التاندوم وباستخدام الار بي جي بالنسبة للجرافة كذلك في منطقة حي الشيخ رضوان معارك ضارية تقوم في حي الشيخ رضوان تم استهداف العديد من الدبابات وناقلات الجند كذلك تم استهداف قوة راجلة باستخدام تي بي جي وما تزال المعارك تدور في الشيخ رضوان من المسافة الصفرية وباستخدام الرشاشات الثقيلة قتال ضاري في منطقة الزيتون كذلك تم استهداف دبابة معادة باستخدام الياسين 105 عندما نتحرك إلى منطقة الشجاعية وفي الشجاعية تعرض هذا العدو الغازي قبل يوم الأمس لعملية نوعية عملية مركبة وتم إلحاق خسائر في الأرواح بهذا العدو الغازي تكررت اليوم حيث تم استهداف مجموعة من جنود عشر جنود بالعبوات الناسفة نعم سيدة اللواء حي الشجاعية بالتحديد هو الحارس الشرقي لغزة هو يمثل كابوس بالنسبة لقوات الاحتلال نتذكر هنا ما جرى عام 2014 عندما فقدت إسرائيل في هذا الحي حي الشجاعية سبعين جنديا كتائب القسام اليوم أعلنت مقتل ملايقل عن عشرة طباط وجنود فضلا عن قتل قبل يومين كما أشرتم إذن سيدة اللواء لماذا تتسم المواجهات في حي الشجاعية بهذه القوة من الطرفين حي الشجاعية ذكرنا سابقا هو موقع ذو أهمية تعبوية من ناحية جغرافية حيث أنه يوجد فيه تل المنطار وهي منطقة مرتفعة هي أرض تعبوية وهامة ارتفاعها 85 متر عن سطح البحر تحاول إسرائيل أن تتوغل وأن تسيطر على هذه المنطقة تمهيدا لأن تقوم بالتوغل إلى قلب مدينة غزة الآن بالنسبة لما جرى عام 2014 دخلوا الإسرائيليين توغلوا من المنطقة الشرقية للشجاعية وتم جرهم إلى مناطق تقتيل وتم إيقابهم عشرات من القتلى كذلك تم مهاجمة ناحية العوز في العام 2014 وقتل عشرات من الجند الإسرائيليين في ناحية العوز علما بأن هذه المستوطنة تقريبا هي من منطقة ناحية العوز لمنطقة الشجاعية حوالي 2 كيلومتر لأطراف الشجاعية وتقريبا 3 كيلو ومئتين متر إلى وسط مدينة الشجاعية لذلك اليوم كانت ضربة مؤلمة جدا لهذا العدو الغازي باستهداف عشر جنود بالعبوات الناسفة شديدة تدور معارك في منطقة الشجاعية وأنا سميتها أم الشجعان من المسافة الصفرية ويتم الاشتباك مع العدو بكافة أنواع الأسلحة الموجودة مع أبطال المقاومة وكذلك يقوم رجال المقاومة بمباغتتهم بين الحين والآخر واستخدام أساليب القتال في المجموعات الصغيرة وجر هذا العدو الغازي إلى مناطق تقتيل نتحرك من منطقة الشجاعية إلى المنطقة جنوبا جحر الديك حيث أنه هذا اليوم تم دك قيادة المنطقة جنوب غزة المعادية باستخدام رجوم 114 وبعدها باستخدام الهاون الثقيل وهذا أصبح نمط تقليدي يوميا يقوم أبطال المقاومة بدك القيادة المنطقة الجنوبية في غزة بالهاون الثقيل ورجوم 114 في منطقة خان يونس المعارك ضارية جدا المعارك ضارية جدا يعني معارك عنيفة وغير مسبوقة اليوم أنا حصيت تقريبا العدد يتجاوز 30 آلية التي تم تدميرها كليا أو جزئيا يعني الأبطال المقاومة برفعوا الراس اليوم حقيقة في خان يونس أيضا في الشجاعية سيادة الواء المعارك هي ضارية للغاية نسألكم هنا عن هذه المعارك أولا في خان يونس ومدى عكاسها على مجرى أو مصار العدوان الإسرائيلي والعمليات العسكرية برمتئها الآن ذكرنا عدة مرات سابقا بأن هذا العدو الغاصب يعني يعتقد أنه حال سيطرته على مدينة خان يونس بأنها قد يكون حسم المعاركة لأنه يعتقد أن القيادات السياسية والقيادات العسكرية تتواجد في منطقة خان يونس الآن هو طوق مدينة خان يونس من المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية لكن في معظم المناطق غير قادر على أن يسيطر اليوم تم استخدام القنابل الدخانية عدة مرات في منطقة الشجاعية وفي خان يونس ماذا يعني ذلك؟ يعني بأنه يتعرض إلى خسائر كبيرة في عمليات الاشتباك والقتال من المنطقة الصفرية وقوات المشاوة والقوات المدرعة عندما تقاتل من المسافة الصفرية لا تستطيع أن تحصل على الإسناد الناري سواء من المدفعية أو من سلاح الجو لذلك يستخدم القنابل الدخانية ليغطي على قواته لتنسحب انسحاب تكتيكي إلى الخلف ومن ثم يستخدم نيران سلاح الجو والمدفعية المنطقة الشرقية اليوم من منطقة خان يونس بنس هيلا القرارة خزاعة تم قصفها بالمدفعية والمناطق الغربية من خان يونس اليوم كان هناك قصف عنيف عليها من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي كذلك قام أبطال المقاومة بدك المنطقة الشمالية باستخدام الهاون الثقيل وتحشدات العدو بالمنطقة الشرقية بالهاون الثقيل أود أن أشير بأن هذا العدو يعاني معاناة شديدة الآن في المنطقة الشمالية وفي المنطقة الجنوبية يعني في خان يونس والأسباب باعتقادي أول شيء هذا العدو فشل استخباريا من بداية العمليات أن يحصل على معلومات دقيقة بالنسبة لحجم التهديد من قبل أبطال المقاومة الشيء الثاني بأنه عادة في العمليات على أي قوة أن تقوم بعمل تقدير موقف تقدير موقف استخباري وتقدير موقف عمليات باعتقادي هذا العدو الغازي دخل في العمليات دون أن يقوم بتجهيز تقدير موقف عملياتي صحيح بالإضافة إلى أن هذه القوات حقيقة بالنسبة لضباط الصف للجيش الإسرائيلي غير مدربين وغير مؤهلين ويعني الضباط والأفراد في الجيش الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر كان يصيبهم أو صابهم جنون العظمة يعني كانوا يعتقدون أنهم هم الأفضل في المنطقة وقادرين على أن يقوموا بأي عملية لذلك ظهر على أرض الواقع العديد من الفجوات في التدريب وفي الاستخبارات وفي إعداد خطط العمليات لا تقدير موقف صحيح ولا خطة عمليات صحيحة ولا معلومات استخبارية كافية والتدريب يوجد عليه عديد من علامات الاستفهام وكفاءة الأطقم للدبابات والآليات المدرعة كذلك العديد من القصور في كفائتهم القتالية قصور كبير وخسائر فادحة تسجل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ونحن سوف نعرض الآن سيادة أليواء فيديو لاشتباك أو المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في خان يونس كما نشاهد هذا استهداف مباشر تقريبا من مسافة صفر لدبابة إسرائيلية في خان يونس حتى عسكريون إسرائيليون أنفسهم سيادة أليواء عندما تحدثوا عن هذه المواجهات وفقا لصحيفة وولد سريت جونال قالوا أو أرجعوا ارتفاع عدد القتل في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال كما قالوا وأكدوا ضرورة خوض المعارك بطريقة أكثر أمانا عبر الدبابات والطائرات لكن نرى المقاومة تنجح في ضرب تلك الدبابات ما قراءتك لهذه الانتقادات؟ يعني أنا من خلال مشاهدتي لهذا الفيديو القصير أول شيء وجدنا أننا لحظنا أن الدبابات في حالة مسير وهي سريعة الحركة لا يطبق تكتيك نار حركة ولا يوجد تغطية لذلك تم استهداف هذه الدبابة جوز الدبابة الأولى في الفيديو تم استهدافها بصاروخ ضد الدبابات ما بين برج الدبابة وجسم الدبابة وكانت الإصابة مباشرة وقاتلة كذلك نلاحظ هنا في هذا المقطع باستخدام اعتقادي بندقية الغول قنص للأفراد وباستخدام هذه البندقية عيار 14.5 مليمتر نجا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف يعني هي البندقية بندقية القنص مداها 2 كيلو متر تقريبا لكن هذه المسافات باعتقادي هي أقل لذلك تحقق نسبة قتل مؤكدة لهذا الجندي قبلها شاهدنا استخدام التاندم الاربي جي 29 في تدمير بعض من الآليات شاهدنا آليات متحركة وآليات ثابتة خلال العمليات هنا نلاحظ مجموعة من الجنود يتم استهدافهم أعتقد بالأسلحة الرشاشة نيران الرشاشة ومن مسافات قريبة التسديد عليهم ووابل من الرصاص وقتلهم أو جراح تكون خطيرة جدا مثل هكذا فيجوهات سيادة أليواء تثبت نجاح المقاومة في توثيق هذه المواجهات ضد قوة الاحتلال الإسرائيلي بالتالي النجاح عن الميدان أيضا يفسر على جبهة الأعلام لكن بالمقابل إسرائيل فشلت هي تفشل في الميدان تفشل أيضا في الترويج لمثل هكذا فيجوهات لإظهار المواجهات التي تجري ما قراءتكم لذلك؟ يعني نحن من بداية العمليات ونحن نشاهد رجال المقاومة عندهم توثيق صحيح متزنين يذكرون المعلومة بكل مصداقية يوثقون ما يقولون من خسائر بصور تثبت الواقع بالنسبة الآن للجيش الإسرائيلي الغازي تنبه مؤخرا بأنه عليها أن يواكب هذه الحرب الإعلامية لأن هذه الصور نلاحظ هنا صوت صراخ الجنود يعني خلال العمليات عم بصرخوا مفزوعين مرعوبين غير منظمين غير قادرين أن يتحملوا هذه المواقف القتالية مع قوات القسام نعود للموضوع بالنسبة لعمليات الحرب الإعلامية ذكرت بأنه حاولوا أن يقلدوا رجال المقاومة لكن حقيقة بإعداد سيئة وإخراج سيئة بعض من الصور قاموا باستخدام بنادقهم والتسديد على الجدران والرماية على الجدران حقيقة غير مقنعين يعني الصور التي يقوم ببثة الجيش الإسرائيلي هي ليست مقنعة لا للمجتمع الإسرائيلي وليست مقنعة لا للمحللين الإسرائيليين ولا لأي شخص يشاهد هذه العملية هنا نلاحظ عملية استطلاع لأحد الملاطق التي هي تجميع الآليات محاضن الآليات ومن ثم يقوم أحد أبطال المقاومة بالاستطلاع المنطقة باعتقاد المعسكر لا يوجد فيه قوات إسرائيلية لأنه يقوم بتنزيل العلم عن ظهر البناء يسقط العلم على الأرض نعم إذن سيادة اللواء نشكركم على هذه القراءة التحليلية لآخر التطورات في المواجهات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الخبير العسكري اللواء الركن محمد علي سمدي شكرا جزيلا